بسالة من عند المحام ينتعوا محاد قاسمي ومحاد قاسمي أحد أحرار البلاد يظلم ظلم عظيم ينتقمون منه انتقام شديد لماذا؟ لأنه كان من الذين وقفوا ضد مشروع الغاز الصخري كان من أحرار الجنوب من أحرار الصحراء اللي وقفوا بشدة وبقوة وما قدروا لا يشروه لا يخوفوه لا يرعبوه في ذلك الفترة ما قدرواش يسجنوه الآن ينتقمون منه خاصة راهم يحذروا لدخول شركات غربية خاصة أمريكية ولكن مش فقط أمريكية لاستقلال الغاز الصخري وتدمير البيئة في الجزائر شركات أمريكية وفرنسية وإنجليزية وهولندية راح تدخل إذا بقيت هذا المافيا لبداية أشهر أخرى ونحن لسنا ضد وجود شركات تخرج الغاز والبيترول لكننا ضد استغلال الغاز الصخري لأنه التدمير لقدراتنا الحقيقية وهي المتمثلة في كميات هائلة من المياه ثم هذه المافيا لا تستطيع إذا كانت غرقت في إخراج بيترول والغاز اللي هو طبيعي فكيفاش تقدر تخرج أو تشرف أو تعس من يخرج الغاز الصخري واللي هو معقد جدا وتستخدم فيه أدوات وكيميويات وشيء كبير جدا ويقدر يدمر البيئة في بريطانيا في فرنسا مثلا قرروا أن لا يكون هناك استغلال الغاز الصخري نهائيا لأنهم قالوا أن التقنيات المتواجدة الآن لا تسمح بإدارة جيدة وقد تؤثر سلبا على البيئة وفي كثير من الدول بما فيها بريطانيا أو أمريكا بالرغم أنه يستخرج لكن قوانين صارمة في استخراجه أما في الجزائر فإن القول الفصل في هذا وأنا على قناع أن هذا رأي الأغلبية العظمى من الشعب الجزائري أنه فقط إذا وجدت حكومة الشعب لتخافع البلاد وتخافع للشعب والاختارها للشعب هي التي تقرر في المستقبل إذا كان ممكن تستخرج الغاز الصخري أم لا أما مع المافيا هذه فكل أعمالهم هو دمار للجزائر والجزائريين فالشهادة تقول شهادة من عند الأستاذ يوسف بن كعبة محامي انتاعو محاد قاسمي والعقوبة المزدوجة عقوبة السجن وعقوبة ظروف الحياة الصعبة زرته في سجن أضرار وجدته في حالة صحية عادية ومعنويات مرتفعة رغم الأحكام القاسية التي تلاحقه يبلغ سلامه للجميع من داخل زنزانته الانفرادية من داخل سجنه الموحش من داخل مدينة أضرار ويشكر كل من وقف معه وسنده في محنته سيمثل الناشط الحقوقي البيئي والجمعوي محمد قاسمي غدا الخميس تسع جوان أمام محكمة الجناعات الاستئنافية بأضرار للتذكير تم الحكم على محات قاسمي في المحكمة الجنائية الابتدائية بخمس سنوات سجن وغرى منافذة قدرها مئة ألف دينار انتقام وظلم وحجرة فقط لأنه حراكي ولأنه وقف ضد المافيا واللي هم رامي حاكمه الآن عصابات حاكم عصابات اللي كان يومها سلال ويحيا وسعيد بودفليقة وحداد وتحكوت وكل القائمة اللي تعرفوها وقف هو وأحرار الجنوب وكثير من أحرار الجزائر حتى في الداخل وفي الخارج وقفوا ضد وأفشل الجزائريون مشروع الغاز صخري اللي كانوا ماشية فيه العصابة في 2012-2013-2014 تحية من هنا إلى كل أحرار البلاد وإلى أحرار الجنوب من هنا خصهم بتحية خالصة وخاصة لأنهم ضغوطات عندهم أكثر بكثير والحجرة هناك أسوأ بكثير ورانا شفناها في أمثلة كثيرة في الحقيقة في الجنوب